في الحقيقة في خبر جميل يعني وبيدعونا دايما كده بالفخر لما بنسمح أخبار جميلة عن مصر يعني على بلدنا الجميلة وعن شركتنا اللي بتاخد جواز عالمية في الحقيقة شركة كبيرة قادرة على تحقيق جواز عالمية وده اللي عملته شركة المقاولين العرب اللي طول عمرها في الحقيقة مشرفانة خدت الجيزة دي للعام الرابع على توالي بعد فوزها بأفضل مشروع عالمي في فئة مشروعات الترميم لمشروع عادة تأهيل كبري دميات التاريخي المشروع اللي قامت به في الحقيقة شركة المقاولين العرب لصالح محافظة دميات وافتتحوا رئيس الوزراء لو تفتكروا كان في إبريل اللي فات الجيزة اللي أخدتها شركة المقاولين العرب ممنوحة من مجلة أمريكية على فكرة اسمها E&R المجلة دي متخصصة في كل ما يخص البناء والتشييد بجميع أنحاء العالم منشوراتها بتعتبر الأكثر ثقة في صناعة البناء والبعض بيطلق على هذه المجلة الكتاب المقدس طبعا إحنا دايماً منقول أهمية الجيزة بتيجي من أهمية الجهة المانحة لها نرجع بقى نتكلم عن كبري دميات التاريخي في الحقيقة بيعد من أقدم الكباري الموجودة على مستوى العالم تم إنشاؤه سنة 1890 على نهر النيل في مبابا في نفس الوقت كان تاريخ إنشاؤه هو نفس تاريخ إنشاؤ تور إيفيل اللي هو برج إيفيل اللي موجود في باريس وباستخدام نفس نوع المعدات ونفس نوع الحديد وبالمناسبة هو كمان نفس نوع المعدات والحديد اللي كمان استخدموه في تصميم كبري أبو العيلة لموجود في الزمالك وتم تنفيذ أعمال تطوير وإعادة تأهيل الكبري طبعا عشان يستعيدوا به دوره الهم جدا وتعظيم اللي استفاد منه كمان كأثر تاريخي مسجل بوزارة الأثار وإعداده ليكون مركز تنويري وثقافي لأبناء محافظة دميات في الحقيقة زميلنا حلمي السيد عمل تقرير مهم جدا جدا هنسيب حضراتكم معاه عند الكبري وفي نفس الوقت إحنا هنسيبكو شوية ونرجع نستقبل حضراتكم وديوفنا عشان نشوف مع حضراتكم أول فقرة في حلقتنا النهاردة تفضلوا مشروع أسري تم إدراجه في 2013 المشروع طبعا كان تم افتتاحه في إبريل 2024 بعد إعادة تأهيله برعاية الأستاذة الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية الحالي بالمشاركة المجتمعية مع شركة موبكو وتنفيذ شركة المقاولين العرب الجسر فعلا متميز بالأعداد اللي موجودة فيه بالإعادة التصميم إعادة التخطيط اللي فيه فجأت كمان بالمعلومة النهاردة أنا ما بيقولوا من أيام البورج إيفل في فرنسا فكده ثقافيا فعلا وتاريخيا ومن جميع النواحي هو الجسر متميز فكرة كويسة جدا إنه إعادة إسقال الجزء الثقافي والجزء التاريخي لدوميوت متمثلة في الجسر الحضاري أو جسر الحضارة اللي بربط ما بين قديما وحديثا كان كبري محمل وتعمل كبري تاني علوي جنبه لكن الحقيقة في وجود دكتور فاتح البردعي وده دكتور في الهندسة كبير وإحنا طبعا بنفخر إنه هو كان في فترة من الفترات كان محافظ دميات لما شاف الكبري بعينه الهندسية والفنية في نفس الوقت لإنه طبعا هو ده أثر جميل قال لا لازم نستغله الحقيقة فنقله قدام مكتبة مصر العامة عمل فيه شغل حلوة قوي من تصميمه قبل أن تكون هناك مكتبة 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 مك